هل ثبت أن النبي عليه الصلاة أنه كان إذا صلى ركعتين لا يقوم في نفس المقام يصلي ركعتين أخرين حتى يتكلم أو يتحول هو نفسه لم يرد عنه أنه فعل ذلك لما ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وقام يتنفل في مكانه فقال أمره أن يتكلم أو يتحول وقال في أن النبي كان يأمر بذلك ونحو هذا الخبر أن الأفضل أن تتحول هذا خاص بالجمعة وإمام الجمعة بكل مصلي قولان للعلماء لكن على أي حال هذا النهي للتنزيه أو عفوا الأدب لكثرة شهود الأماكن لك ليس لأن الصلاة باطلة